الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجلا يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هذا الحديث رواه الإمام مسلم